اشتركوا في القناة 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 هاد القضية ديال القضية ديال القضية ديال القضية ديال التعدد ولنا هذا القضية ديال التعدد من المرأة من الرجل ديالها يرغب في التعدد دابه إلا ما إلا ما بغاتش كي لقاء المسترعة كتدخلها في منطق ديال في في صغرورة ديال الطلاق لنا احنا ما تدخلهاش هاد هاد المرأة هادي الى رفضات عندها الحق ترفض الى بغت الطلاق فهو في يديها ولا اطلاق حق ديالها مطلق تاخده وفي النفس الوقت تاخد الحقوق ديالها كاملة انتي لو انا عندي واحد الفكرة اضافية وهو انتم اتعابي بتعويض عن الضرر الذي يلحقها وهذا ما كتبنيهاش وما ومطرحتهش في الحق في ذاك الوقت ثم ذاك المبرر الشرط المبرر الموضوعي لسيطنائي قد يقول الرجل ليش انت بغيت تزوج وسيدي انت شغلك انا بغيت تزوج والسلام تزوج المرة التانية انا مغان تزوج للتانية ولا مغان تزوج للتانية تخرج الله العاقبة بسلام ففي هاد الحالة هادي كنقوله هاد الشرط الموضوع هاد تدخل ديال القضاء السبب اللي كي يطلبه من كان السبب دياله هو انه ما يتبقى هاد شي مسمح به اللعن لا كان امور ما يبغي يقولها للرجل للمرأة بغيت تزوج والسلام تخليه يتزوج وهكي احنا ديالين القضاء في القضاء اذا خاف هاد الرجل اللي بعروفه انه لا يعديل هادك بغي يعطيش بغي يعطيش الحق واذا ما كانش عنده البقرة ما يعطيش الحق بطبيعة الحال والمرأة في حالة ما اذا وقع وقع ذلك فإنسان الله اه عفوا الله القضية ديال السن ديال الزواج احنا دبال مبدأ ديال 18 عام صفي هذا ما بقناش شنه دروع لي ولكن قلناه لا شي بنت بغت تزوج لظروف معينة انه اطلقت معاشي ولده عجبها ولا ولا عجباته ولا جغطبها ولا الاخره ولا الظروف ديالهم في البادية ولا يلا اتشي كين القاضي هو اللي يحكم لحد العدناء اللي هو ناله هو 15 سنة ولكن القاضي هو اللي عنده الحق يحكم واشهد البنت مؤهلة باش تزوجه الولاد في الغالي ما تيجوش يتزوجه 15 عام الولاد حتى كيوصلوا عشرين ذاك شي لانك نقوله احنا يا ماشي من حق القاضي حرموا حد البنت من الزواج في حالة ما اذا جاء من يناسبها وهي بغية راسي الرميد كتعقلوا واحد القضية كانوا دارة راسي الرميد وهي انه يعني جات واحد البنت قالت لهم انتزوج بهذا السيد ولا انتحر جاوشت داك الميل فصف طول واحد الاستادها من هاد النسوانيات اللي كيطالبوا بمنع الزواج علاش غد منعوا الزواج والغريب انه في هاد البلاد الناس اللي كيطالبوا بمنع الزواج كبل 18 عام تيطالبوا باباحة العلاقات الجنسية خارج اطار الزواج يا وقت صغيري في السرولينا علاش في الزواج شكاين من غير العلاقات الجنسية بالسلامة والعافية وعلاش هذه كالطالبوا باشت اذا احنا من اللي كنقولوا هاد الشي هذا المقصود دياله تضييقه على الحلال وفتحوا الابواب امام الحرام نحن على صواب احنا مثلا وش نقول هذا الكلام هذا وطبعا هاد الشي غد يكون محاط باحتياطات ديال بحث اجتماعي وصحي حق المخاطب والمخطوبة ويتكلم معها القاضي بلا ما يكونوا في فيها امها لأخرcherه باش ما يكون حتى شي ضغط لان بعد المرات كيكونوا الله القضية ديال القضية ديال 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 الزواج هاد الإدن بالزواج مين جابوا منين جابوا هاد الإدن بالزواج إدن بالزواج الإدن بتوتيق الزواج وهو هذا كسير إذن بالزوال إذن بالزوال تطلب الإذن باش تزوج لا سيدانا مغيش نطلب الإذن بغين تزوج مش قول شي واحد انتينو لله داك شي تتقلع دولي ويطقوه بحالي كان قبل أين هو المشكلة ولكن طبعا الحل الحالات اللي بحال تعدود بحال ابنت لك أنا عندك لمن 18 عام بحال الشخص المصاب بإعاقاد هنياء بحال زواج معتنقي الإسلام يعني الجدود والأجانب بطبيعة الحل وتم الإخوان تكلموا على الرقمانة هاتش ديال الزواج بدي يكون يدخل في الإطار ديال الرقمانة باش في حالة ما إذا جا شي واحد يتزوج يعني المرة الثانية ولا انكليك على الورديناتور كيبان وش هو هذا وذاك شي يكون فيد القاضي فإذن هذه هي اللي باقي كانت ذكرنا يمكن شي وحدة فلتتليها شي بس مكان أنا باقي معكم إن شاء الله رحمه رحيم والقضية ديال مدونة الأسرة يعني هذه فعلا ماشي مدونة هذه يعني هذه مدونة ديال الأسرة الأسرة لأن هذا المهم عندنا هو الأسرة ماشي المرأة أو الرجل أو بل الأسرته هي الأساس اللي خاصة نحافظ عليها باش يوصلك جديد فيديوهات لإنباء تيفي تابونوا معنا في لتين يوتيوب وفعلوا الجرس ترجمة نانسي قنقر